نمشي وأكفرنا معنا حاملا كفنه بيده ولازمه دائما وهو حال أقرانه أيضا من دعاة عدن أبرز أعمدة المقاومة والتحرير التحرير الذي جرف لحسابات ومطامع بعيدة عن أهداف شهداء وقادة المقاومة وجدت دعاة في عدن أنفسهم ضحايا لمسلسل اغتيالات منظم في ظل تخاذل وتجاهل لقضيتهم من التحالف والإمارات الممسكة بالملف الأمني في عدن والمسؤولة عنه لكننا لا نرضى الضيمة والظلمة لأهل المساقد ولن نرضى أبدا بأن نكون تابعين للخارج أبدا هذه بلدي لن أبيعها ولن أبيع ديني لا بالدرهم ولا بالريال ولا بالدولار هنا تجد الأسئلة الضالة إجاباتها لماذا يستهدفون بمختلف مدارسهم ومشاربهم الفكري يجتمعوا في عدن مع المسؤول الأمني الأول عن حمايتهم وتأمينهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في اللقاء التشوري الأول حول دور المساجد في تنمية وعي الناس وتثقيفهم وإصلاحهم وبحث عمليات الاغتيالات المتكررة التي تطالهم وزير الداخلية الميسري كشف في اللقاء عن استكمال تحقيقات البحث الجنائي مع قتلة الشيخ الراوي وهو أول شيخ مقاوم أغتيل عقب التحرير تمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى من اعتقال الخلية الثانية والخلية الثالثة والتي نفذوا في اغتيال 11 إمام جامع وخطيب وما زالوا قيد التحقيق أكثر من ثلاثين إماما وخطيبا اغتيلوا في عدن منذ تحريرها فيما غادرها أكثر من مئتين آخرين بالتزامن مع لقاء الأئمة في عدن أطلق ناشطون في حضر موت حملة تطالب بالإفراج عن الشيخ السلفي كمال بام خرمة بعد مرور أربعة أيام على اعتقاله من قبل قوات النخبة المدعومة من الإمارات مع اثنين من أولاده في مناطق سيطرة الإمارات وأدواتها يمارس بالتوازي مع مسلسل اغتيال الدعاء حملات تحريض واعتقالات تعصفية تتبنىها كيانات مدعومة من الإمارات فما علاقة من يحرض على الدعاء ويختطفهم بمن يحمل البندقية ويصاب فيهم